هلا وشلونكم اه هذا المقطع طبعا تكمل المقطع السابق اللي شرحنا بيه وشلون نبنيه بالسي شارب وشلون نستعمله ويا الكلاس مثلا ما المودل اللي نحتاجه من من احد يدزلنا data for create or for update or for anything هسا اليوم شنو اللي راح نكمله هنكمله انو نشرح باقي الاتريبيوتز اللي طب طبعا ديش المحاق ذاك المقطع انو طايتكم علي نبذة انو شنو انواع الاتريبيوتز والكوستوم اللي ممكن نبنيها فواحد من الاتريبيوتز اللي شرحنا اللي هو على سبيل المثال اليوم راح عنطيكم بس مجرد امثلة سريعة لبعض الاتريبيوتز اللي انا اردي بانيها مثلا عندي الريكوايرد انا الريكوايرد ليش استعمله لانو على مود ما انجبر بالمسج مال ذاك الريكوايرد العادي اللي هو بانيه بالسي شارب اللي شرحت لكم ايضا علي البارحة اللي هو الثابت ذاك المسج مالتا اذا اريد اغيرها لازم اكتب المسج اللي احتاجها بالاتريبيوتز يعني من استدعي اطيب بين قوسين وانطي المسج وهاي الشغلة شوية ما احبها يعني ما احب الاتريبيوتز يكون كبير فوق البروبراتي بالكلاس لذلك اني باني هذا الشي صحولة الاتريبيوتز اللي اسمه بس انا مود ارجع به المسج اللي انا اريد اكتبها من يمي بالباكيند فهذا ببساطة مجرد ما انه اذا الفاليو هي نل تمام اذا الفاليو اجتي نل اه تمام فشنو اللي ارجع ارجع عليه اريد ايضا انا ارجعت تمام واحدة من الشغلات اللي قلت لكم البارحة اشرا يعني ذاك المقطع اشرحها اه راحت من بالي طبعا اه هذا الفوق اللي نكتبه فوق الاتريبيوت مالتنا هذا شنو فائدته هذا فائدته يحدد بالضبط هذا الاتريبيوت اللي احنا جاي نعرفه وين يشتغل او وين يستعمل واضح الفكرة هذا يحدد انه هو وين يشتغل او وين يستعمل ليش يحدد وين يشتغل او وين يستعمل لان هذا في شيء ضروري مرات يعني شلون أنا هنانا هذا الركوائرد دا اتعامل ويا فقط ويا البربراتي العادية او مثلا الشترينج دا اخليه يتعامل فقط ويا البروبراتي العادية فما يصير ينحط فوق class ولا يصير ينحط مثلا فوق ف composite مختلف فهذا ينحط فوق فقط الفيالد وفوق فقط البربراتي يعني لازم آني بروبراتي ولازم آني فيلد تمام وشنو اقول ل unnatural ملتبل فولس يعني هذا اخلي مرة واحدة فوق البروبرتي مو مرتين يعني ما يسمح التكرار الفكرة شلون شنو ما يسمح التكرار بس حتى تفهمون الموضوع كله مثلا هنا بالموضوع بالموضوع شوفوا هذا اليوزر او مثلا يشتغل وين فوق البروبرتي وفوق الفيلد من اجي اخلي هنا فوق الكلاس قبل ايش قلي قلي علي ارار ليش لان ايش راح يقولي راح يقولي هاذا السترنج فالديت is not valid declaration type it's only valid on property it's only valid on property indexer وفيلد ليش لاناني هنا نقا يلا اليوز جمالته هو فقط الفيلد والبروبرتي اللو ملتبل شنو الفائدة من عدها اللو ملتبل هي هاي الفائدة من عدها لو مثلا اني حاط هنان سترنج فالديت ما اقدر اجيب واحد سترنج فالديت مرة لخ ليش لان هو ما يقبل الديبلوكيتد ما يقبل انه هذا استدعي اكثر من مرة هنا انا ايش راح يقولي دبلوكيت ليش دايطلع عرارة دبلوكيت لانان ايش قايلة قايلة لا تسمح بالمالتيبل مالتيبل سوي فولس وضحت الفكرة هاي ببساطة فائدة الاتريبيوت يوزج اللي احنا حاطي فوق ال اه فوق الكوستوم اتريبيوت مالتنا فاهمتو نعبر على غيره تمام اه نجي مثلا على النمبر النمبر هم ببساطة انا مسوي اه يعني مثل وطبعا هذا النمبر حاليا يشتغل عدي فقط وي ال اه وي الانتجر لو فرضا ردنا نشغله وي غير الانتجر فلازم نعدل عليه الكوستوم اللي اني كاتبهناني طبعا لانه حاليا انيش دا اقول لي دا اقول لي سوي لها بارس للانتجر فهو ممكن يجيني اه مثلا اه فلوت ممكن يجيني دبل تمام فمو بالضروري انه لازم اسوي لها بارس للانتجر فلازم انه هاي يعني تترتب بغير طريقة اذا ردنا نشتغل بي وي الفلوت وي ال دبل وي مثلا البيت و الى اخره من هاي الاشياء والبق انتجر واللونج و الى اخره اه هذا هنانا ببساطة قايل لانه انفس ما انا يشارح لكم قبل عدني منه ماكس و از نل تمام اهنا بس مجرد اسماء البراميترات تختلف ولا هي نفس الفكرة فاذا النل ترو اذا مسموح بالنل والفاليو تساوي نل يعني مسموح بالنل ترو والفاليو تساوي نل فوردي ارجع سكسس بعد ما قداعي اتشيك اذا عبر انه النل ما مسموح بي ولقيت الفاليو نل فقبل ارجع لشنو ارجع لركوايرد اه بعدين اتشيك انه هو اذا عبر اذا اقل من المن فاليو ما للانتجر او اعلى من الماكس فاليو ما للانتجر حتى ليصر عدي ارار بداخل وين بداخل السيرفيس انه واحد يدزلي بالانتجر مثلا يدزلي رقم بفوق الاربع خمس مليارات فهذا ما مسموح بي فاني اتاكد من المن والماكس ما للانتجر بعد ذلك اذا المن لا تساوي سالب واحد اذا هي لا تساوي الديفولت فاكيد انا اعني حاط يعني مغيرها بالبراميتر ما اليوز فاقول له لازم انه شنو لازم انه انت عندك المنيموم فاليو هي هاية واذا الماكس لا تساوي سالب واحد فا اتاكد انه اذا الفاليو اكبر من الماكس فاقول له عندك هاي الماكس ارجع لي ارار 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 سكس اس هذا بالنسبة للنبر بالنسبة للديت ايضا انا احاط مجموعة براميترات على الديت مثلا حاط من وماكس وحاط انه تدي اليو شنو التاريخة وحاط نوت فور تدي اكو يعني واحدة من الفاليديشنات العديها نوت بوفور تدي اذا نوت بيفور تدي لقيته ترو تمام واني مثلا هذا يفيدني من أريد أخلي تشيك على براميتر date وأكون ضامن أنه لازم هو يكون مؤقدم من البارحة أو مؤقدم يعني من اليوم وصاعدا فأشغل هذا أسوي بالبراميتر وأستعمله بالفاليديشن أيضا هو عدنا هاي نفسه النلات وعدنا المنوع الماكس نفسه بس هاي مجرد الفكرة الجديدة اللي انضافت اللي هي Not Before Today مثلا عدكم الـ CheckWay Database أيضا بسيط على سبيل المثال ممكن هنا نشيك مثلا الـ Area Name مثلا انتوا عدكم Context هذا الـ Context بـ Table اسمه Area فببساطة اهنا اول شيء ان اداء تشيك على النل هذا صار عدكم الـ Standard تحفظوا تشيك على النل وراها اجيت اجيبت عن طريق الـ Validation Concentrate Context عفوا عن طريق الـ Validation Context جبت الـ DB Context قلت له Validation Context Get Service انطيني الـ DB Context جاب لي DB Context اتزر ازا سيرفز اجيت هنانا تشيكت قلت له اذا الـ Content.area.first or default equal equal 0 او بطريقة اخرى افضل بدل الفيرس او بدل الفيرس او بدل الفيرس او دفولت احسن ما اروح اسليك الفيرس او دفولت اقول له شنو اقول له اف نوت اني طبعا هنانا ما اقدر استخدم الـ Asynchronous يعني مفطار انه ما استخدم الـ Asynchronous او symcronous اوكي هسه هنا انا اتبعا ما يقبل نالبه اوكي اوكي اا فهنانا ما اقدر استخدم الـ Asynchronous اوكي لانه هاي الـ Validation Result او او عفوا ما للـ Validation Attribute ما تقبل الـ Asynchronous و التقبل و السنوكروناس تقبل one究 يعني One Thread أو Synechronize تشتغل فمن نستخدم الـ Context هنا ما رح نستخدمها Async فأقدر أتبهل طريقة ما أقول لأني الفيرس أور دفولت يساوي نول أو أقول لأني بهالحالة هو نوت إكزيست تمام وارجع إلس إذا عبرت كل الشروط مالتية رجع سكسس وهكذا طبعا هاي التعديل بس دا أقولكم أنه تقدروا تكتبوها بأي طريقة أنتو تريدوها طبعا هاي صار هاي سألها أندو لأنه ومدام ما يشتغل وانه إذا لعبي هذا مثلا هو تشيك على الديتابيس الباقي مثلا الـ Area ID هنا أنا أنا هناك تشتغل تشيك على الني أسا هنا أنا أنا تشيك على الـ ID فأقول لأ إذا فايند إذا لقيت أي واحد يساوي يساوي نول إذا يعني ما لقيته فاش راح أقول له إذا الفايند يساوي يساوي نول راح أقول له هذا نوت إكزيست وهكذا يعني بهالبساطة شغلة مو معقدة نجي مثلا على المتس على المت اللي ينفعكم مثلا الفايل المت على سبيل المثال TIPST إذا هي صالب واحد فأقول لمن أخذه أخذها منchio إذا المهاجب اكثلس صالب واحد فأخذها من الثارة طبعا يعني لماذا أخذונه quienes تود لأن هذا لن تساوي إذا سويت تساوي يمكنني إستخderه بشكل مباشر بس حاليا هو مو كونست لأسباب معينة ممسوي كونست فإذا لقيت السالب سالب واحد أعتبر الفايل سايز هو الدفولت ألس أعتمد عليه الميجا بايت اللي أنا دازها بالبرامتر أنا هنا الفايل سايز الدفولت ما انتي هو شقد هو 2 ميجا الدفولت ما انتي هو 2 ميجا تمام طبعا تقدرون هنا تحطون الدفولت 2 مباشرة بدون هاي الدفولت وما دره شنو بس أنا لأنه أحب الأشياء الدفولت ما للسيستم كلها أجمحها بمكان واحد دي شوفوني شون بسوي كلاس اسمه دفولت حاط بي الميليمم باسورد المكسيمم باسورد الميليمم أماونت المكسيمم أماونت الميليمم برايس المكسيمم برايس الميليمم ديت المكسيمم ديت إلى آخره حاط الديت تايم ما البغداد بلس ثلاثة ممكن أرفع على سيرفر يكون الديت مانتا مختلف على مدلي السير عند مشاكل حاط الديت ما الـ 2100 ايضا هذا مستخدمي في مكان ما. اه حاطة الرجاكسات ما التي لأستعملهن فور فون نمبر فور يوزر نيم فور باسورد الى اخره. فهذا الدفولت انا مجمع بيه الاشياء على مود منها لدي اغير حاجة دفولت اجي هنا مباشرة حتى انا وين ما مستعملها تتغير. ما اظل انه مثلا اه اغير هنا وغير هناك وغير هناك جامعن بكلاس واحد. لان نحن ندري احتمال باستخدامه باكثر من مكان عدل فببساطة اول شي تشيك على النل. وبعديا الهنان انا انا كاتب المعادلة اللي ما اعتمد عليها. اقول له الـ size in byte اذا اكبر من size in megabyte. او يعني هذا هذا المعادلة او انه size بالبيت انا شون احسبه. اقول له 10 او 6 البيت يساوي واحد ميجا بايت. فاني هناش راح يسوي. راح اقول له اول شي. الـ volume التك انا متأكد هي فورم فايل. ليش? لانه هذا ما راح يشتغل فقط ويا الفورم فايل فاليديت اتريبيوت. هذا حيشتغل فقط ويا الفورم فايل فاليديت troll Aqui هننا راح اجيش اقول له اقول له اذا اضهارة ان ��ث مالتها اكبر من. اذا الـ لماذا ي CHANGE? يجيني بالبيت. تمام? فاني متى راح اقول له. راح اقول له اذا مالتها اكبر من ميجا مالتي مضربة في البيت. واضحة الفكرة. او العكس اقسم الـ لماذا على هذا? اقسم اللряд على هذا. يعني لو اضرب الميجا بايت احولها الى بايت او البيت احولها الى ميجا بايت. ماك مشكلة معادلة من الطرفين تشتغل. فاقول لي اذا اكبر من هذا الميجا بايت مضروب بالعشرة او الستة على مدى احولها للبيت. فارجع لي شنو? قل لي الفايل سايز لارجر ذان الميجا بايت. واضح الفكرة. هذا ببساطة شون نشيك على الفايل. اه مثلا ممكن اني عندي لست اوف فايل. ده اشيك على لست اوف فايل. فاول اتفانهしょي هاده تشيك على النظر. اذا وهاي اتفانه. بعدين حولت الفاليو الى است اوف فايل. الى است اوف فايل. فاذاکت الاسم مالته زيرو. قلت له الاست كون زيرو. اذا لقيت الميجا لا يوسع Davis مايجا درس المل سالة الواحد. والفايل اذا القديمت للجاونا. فاقول لازم انتي عندد العدد الفايلات لعدك هلقيد. اذاك له مثلا ماكس لا يوسع سالة الواحد. وفايل شديد material form من المرخص فا انت وابد زي sente. فا Santo وإذا ما لقيت عبارة المنو والماكس والمدرس شنو أجي أسوي على أي وحدة أقول لي إذا أي فايل إذن إذا أي فايل بداخل هاي الليستة اللي انثمالته عبر الديفولت ميجا بايت أو عبر الميجا بايت اللي أنا حاطها هناني فإنت شنو رجع لي إيررار قل لي الليست هاز فايل سايز لارج دار مثلا 2 ميجا أو 5 ميجا حسب شو فانيش حاط هاي ببساطة يعني موفة شغلة معقدة مثلا بعد شنو عدكم على سبيل المثال عدكم أسوالي في مثلا مثلا اليوزرنيم اليوزرنيم شفتوا أنتو الريجكس اللي أنا كاتب هنا شفتوا سوري هنا أنا كاتبة شفتوا هذا الريجكس اللي كاتب هنا هذا رجكس ما اليوزرنيم فكرت أنه هذا أول واحد لازم عدد الحروف من خمسة إلى عشرين ما اليوزرنيم ما يبدي بأندرسكور أو دوت ما بي دبل أندرسكور ولا دبل دوت هذا الشرط الثالث يحتوي على واحد من ذني فقط اللي هي أي إلى زت سمول أي كابتل إلى زت كابتل صفر إلى تسعة ودوت وحدة وأندرسكور وحدة وكذلك ما ينتهي بدوت أو أندرسكور هاي الشروط ما اليوزرنيم اللي هي تقييباً شون خلي قلكم مستعملة بالغالب بس أقول أغلبية إنه عادي يسمحون بالدبل أندرسكور يسمحون بالدبل أندرسكور أنا ما سامح بالدبل أندرسكور فهاي هو اليوزرنيم ما اليوزرنيم اليوزرنيم قمت اسحق فهنا جلت ببساطة أنه إذا الباسعود الباسعود خım بإضافة بسيطة أول شيء نشايك على النواب الباسورد ما يصر بسراغ فراقilen للعادة يعني يتطلب أساس به وخيف يتضح أساسا الشيء خطوف Steven & check for null لايnia الرجع لي error قولي أقل من المال إذا الـ password اللي أنثمالته أعلى فقل لي أنت الـ password أعلى من 16 بعدين is valid ليش؟ لأنه قاني الـ password رجك سمالتي عبارة عن array عبارة عن array of check هذاني array of check شبيهن؟ بيهن check على small check على capital check على الأرقام و check على هاي الرموز واضحة؟ أربع checkات على small، على capital، على الأرقام، على هاي الرموز بالتحديد فقط لا غير فأني هناش رح أجي أسوي رح أجي أقول لي افترلي على الرجكسات اللي موجودة بالـ array هاي تمام؟ إذا أي وحدة صارت match إذا أي رجكس صارت match زايد للكاونت plus plus أنا عندي أري من أربعة فإذا الأولى صارت match، الثانية صارت match، الثالثة صارت match إيش وقت ما يصير أن ثلاثة من أربعة match ثلاثة من أربعة match فأعتبر الـ password strong يعني strong enough يعني بـ small، بـ capital، بـ أرقام، بـ رموز إذا توفر لي ثلاثة من أربعة فأعتبره هو valid enough أو strong enough فإذا توفر ثلاثة، تمام؟ إيش أقول لي؟ أقول لي return success إذا وصلت للأخير وما توفر ثلاثة أساسا، تمام؟ فإش أقول لي؟ باسورد ويك، إنه الباسورد ضعيف هذا أيضا واحد من التشيكات اللي أنا مستعمل هنا بالنسبة للإستاتيك، طبعا أنا هنا أنا مجرد دا أنطيكم أفكار للأشياء اللي ممكن تنحط بداخل الـ custom validation وإلا أنتم ممكن تحطون أي شيء آخر ببالكم يعني مو إلا تلتزمون بالأفكار اللي أنا أردهم سويها بس دني الأفكار الأعم الأغلب اللي واحد يحتاج هنا بأي سيستم لأنه أكيد حيكون عندكم فون نمبر ويوزر نيم وبالسورد باحتمال يصرع عندكم إيميل، حطوا مال إيميل، أكيد حيصرع عندكم فايلات إنه ترفعون فايلات للسيستم، أكيد حيصرع عندكم تشيكوية الديتابيس، أكيد عدكم سترنج ونمبر وديت، هذاني مليون بالمئة موجودات فده أشرح الآن عم الأغلب، مثلا من نريد نشيك على الـ gender على سبيل المثال، شوفوا الـ gender أنا شوني مشيكة طبعا الـ gender مسوي عبارة عن class، أنا كل الأشياء الـ static اللي أحتاجها بداخل السيستم أسويها عبارة عن class static فهذا الـ gender هو عبارة عن class static، حاطبي الـ male والـ female بعدين حاطبي list of data، حتى تفهمون فكرة الكلاسات الـ static عدي شون مش تغلة، أو أنا بـ structure شون أستعملها أستعملها بطريقة هاي، أسويهم كونستات، يا أما كونستات، يا أما stringات أو staticات، ماكو مشكلة وراها أحط هني بـ listة، أحط هني بـ listة، read only، تمام وراها أجي شنو أسوي، طبعا ليش حطيت هني بـ listة على مدسفات من عندهم بتشيكو بالـ return ما أقدر أرجعهم واحدة وحدة أو أشيك عليهم واحدة وحدة، اف و إلس، مو منطقي فأجمعهم بـ listة، طبعا هاي listة private ورا ما جمعتهم بـ listة، وطبعا ذني بـ public، بس هاي listة private على مودلة حد يعدل على listة، من خائحة، ها أعدل عليها بالغلط من خارجي لـ class، أوكي حتى ما أصبح عندي هالمشكلة، وما تطلع لي أساسا لأن هي private فهنا نعدي الـ is-valid، الـ is-valid شنو الفكرة من العدلة؟ أدزل الجيندر اللي جايني وأشيك، contains لو مو contains، إذا contains يرجع لي true، إذا not contains مو موجود بـ هاي listة، معنى هاش رجع لي يرجع لي false، والـ get data هاي بعدين أشرح لكم عليها شنو فائدتها، إنو ليش مسويها أساسا، فهاي الـ is-valid اللي هي بداخل الجيندر هي djk. هل فعلا الـ string guy اللي جايتني موجودة آني عندي؟ فهاي الجيندر اللي واصلني djk هنا وهنا وهنا، وهذا الـ already هنا staticات، تمام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انه هنهم هل فعلا موجودات لو ما موجودات، فبهال بساطة قلت له إذا not valid، فرجع لي invalid، فرجع لي success، عدتكم مثلًا الـ governor rate، الـ governor rate كذلك أني بايدفولت هناك الـ county اللي عندي هو العراق، تمام، لأنني ما عندي، أغيار county بهذا السيتم، هو فقط الأـ country للعراق فالcountry static شون مسوي؟ مسوي بها الطريقة عبارة عن conist للcountry بعديا عبارة عن private static اللي عبارة عن country طبعا list of trouble عبارة عن country و list of governery تقدرون نسويها also dictionary تقدرون نسويها dictionary بس أنا مسوي هاليستة لأن أحبت عامل من اللسات بشكل أسهل country و list of governery فأني حاطي country هو العراق و list of governery هنا ذني تمام إذني الكودات إذني أعتبرهم كودات مو ذني وأنا هكاتبهم بالإنقليزي لا إذني أعتبرني الكودات الكودات دائما نفضل أن نخزهم بالإنقليزي أفضل من العربي فالمحافظات أنا خزنهم بالإنقليزي تمام وهنا نجداد شيك داد شيك إذا country is valid لولا فأقول لي إذا data dot any country equal equal هذا country فرجع لي true else رح يرجع false طبعا إذا is governery is valid فلازم على مونيش أقول لي أقول لي any country يساوي وبعدين نوبش أقول لي أقول لي إذا governery dot any governery اللي أنا دازها وهكذا هاي هنانا طبعا لترانزوليشن مالتها هاي لترانزوليشن مالتها هاي لترانزوليشن مالتها تمام اللي هي get governeryt بالعربي فأدزل string of governeryt وأرجعها هنانا بالعربي أي واحدة أقدر أرجعها بالعربي واضح الفكرة هاي مستعملها في مكانات أخرى اللي هي مثلا مستعملها هنانا إحنانا أنا خازن بالديلر خازن ال governeryt الإنجليزية تمام بس من إجيت سويت select بال gate بال gate من سويت select تمام أنا بالdatabase خازن الإنجليزي ما عندي مشكلة بس هناش دا رجع دا رجع ال governeryt العربية يعني أريد أرجعها على مدارضها بالتابل العربي تمام فبدل ما يقعدون جماعة الفرونت يترجموها ويدخون بها أنا بايدفولتش أجيب 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 اللي هي موجودة هنا بداخل governeryt أدزلها ال governeryt تمام وهاي هي عن طريق الكيس مالتها راح ترجع لي شنو ال governeryt اللي بالعربي فهاي مستفاد من عدها وتشتغل مضبوطة يعني إذا تخلوها هنا بداخل select mall entity framework فهي تشتغل ما كوأي مشكلة بيها أوكي فهاي فائدتها طبعا أنا هم دا أشرح لكم بعض من يعني مو بس مجرد دا أشرح لكم سحاليا ال validation لا دا أشرح شوية شون أنا أبني ال static classes وشنو الأشياء لأخليها بيها وشون استفاد من عدها مفيدة بالنسبة لكم عدكم مثلا language على سبيل المثال حتشوفون نفس الفكرة أنا هنا أنا حاطة العربي والإنجليزي والكردي حاطة هنا ودأت شيء contain وهنا دا أرجح واضح الفكرة فهاي مجموعة من الشغلات ال static اللي أنا دأت شيء عليها كل الأشياء ال static طبعا بها الطريقة هاي ما عندي أشيء مختلف مثلا عدكم priority عبارة عن static عدكم مثلا dealer ticket عبارة عن static دات شيء بداخلة عدكم مثلا device type عبارة عن static دات شيء بداخلة اللي هما ذولة اللي هما smart tv android mobile android mobile android mobile ios واضح الفكرة هذا اللي كلهن دات شيء عليهم عبارة عن static data اللي بتغيب déا من هذه المنتشن ال あا فهذا هو مجموعة من من ال من الفونكشنز أو مجموعة مجموعة من مجموعة من مجموعة من مجموعة من مجموعة من اللي خاصة اللي نستخدمها اه ويا الابليكيشن مالتنا على مودي نشيك من الداتا اللي واصلة للباك اند انو هل هي فاليد او نوت فاليد واعتمادا عليها راح نقلل من الركوستات الخطأ اللي ممكن توصل للباك اند اه انقلل من من الديتا الغلط اللي ممكن تنخزن بالديتابيس ونقلل ايضا من الناس اللي ممكن يخربطون ويحاولون يدزوننا اي شيء. اه ف يعني اتمنى تكون مفيدة بالمقطع الجاي نحاول اشرح فتش وشي مفيد اخر يعني ينفع شوان تبنون الباك ان الابليكيشن باي c-sharp on asp.net سو سيو